تقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح أسيسي والشعب بمناسبة الدكرة الثانية والسبعين لثورة الثلاث والعشرين من يوليو المجيدة وأكد شيخ الأزهر أن ثورة يوليو كانت ميلادا لفكر جديد في تاريخ مصر لإنهاء حقبة من الاحتلال المتعاقب وبناء الدولة المصرية على أسس وطنية متينة للحفاظ على الوطن وشعبه ومقدراته وتقيق العدالة واسترداد ما سلب داعيا أبناء مصر جميعا إلى مواصلة العمل بكل جد ومثابرة بما يحقق لمصر وشعبها العظيم التقدم والازدهار